تجربة شاب جزائري تجربة شاب جزائري تجربة نصلط الضوء من خلالها على النقاط التي يركز عليها المنصرون لتوريط الناس في أوحال التنصير تجربة شاب جزائري على كل حال هذا الموضوع المثير حاليا أنا شخصيا الأسباب التي أدت إلى تنصري وقلت من قبل ردة لا أستطيع أن أسميها ردة يعني كنت مسلم إسلام تقليدي عن جهل طبق تعاليم الإسلام يعني العامة كالصوم والأعياد وإلى غير ذلك إلا أنني لم يعني لم أكن ذو علم وإطلاع بهذا الدين الكريم وهو الإسلام والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بداية من هذا فالسبب الرئيسي في تنصري هو الجهل بالإسلام الجهل بالإسلام والجهل أيضا بحقيقة النصرانية فالإسلام طبقناه يعني تقليديا وراثيا صحة تعبير ولكن عندما جاء يعني من يبلغنا يعني بهذا الدين الجديد الذي تعرضنا إليه وهو النصرانية يعني كنا فريسة سهلة لذلك لسبب الرئيس الذي تفضلت به هو الجهل بحقيقة الإسلام بعقيدة التوحيد فلذلك كنت فريسة سهلة في ذلك المنصر الذي الذي أدخلني إلى النصرانية واقتنعت بتعاليمها وبهذا الدين الجديد الذي ورد إلينا فالجهل بحقيقة الإسلام والجهل بالنصرانية أدت بي إلى ذلك وأستطيع أن أقول لكم أن التركيز يركزون أساسا في دعوتهم على العواطف استخدام العواطف دعوة النصرانية أساسا بنية على العواطف ويلغون العقل صح التعبير فباستخدام العقل لا تستطيع أن تدخل النصرانية باستخدام العقل بوسط القناعة ولكن ما يستخدمونه هو هي التركيز أساسا وأصل على العواطف التي تعمي العاطف التي تعمي العقل وروح النقد فمن السهل جدا أن تتلعب بذلك الشخص الذي جاء ربما يحسبه يعني هو الحق ويحسبه هو الطريق الذي يؤدي إلى الله عز وجوه إلى رضاه فباستخدام العواطف كما يقول قانون الإيمان في النصرانية كما يقول عيسى عليه السلام في إنجيلهم هذا آمن فقط طالع مجد الله بالإيمان يكون الخلاص يعني يركزون على العواطف أساسا طيب محندزو هذا في فقه الإقناع عند المنصرين كنت تحدثت في الكثير من المحاضرات التي قدمتها في سواء الأحياء الجامعية لدى الطلبة أو في غيرها من المحاضرات عن فقه المنصرين أو المداخل التي يركزون عليها من أجل جلب الشباب الباحث عن الكثير من الأشياء قد نتحدث عن هذا الجانب وهذا الجانب المهم جدا من فقه الإقناع عندهم بعد قليل أنا سمعت لك بعض المحاضرات التي قدمتها تحدثت كثير عن الفراغ الروحي وتحدثت أيضا عن البيئة التي ينشأ فيها المرأة أن الطبيعة كما يعرف الجميع تأبى الفراغ إن لم تشغل نفسك بالإسلام وبالإيمان وبالعقيدة الصحيحة قد يشغلها الشيطان وشياطين الإنس بأشياء أخرى نعم نعم أصبتم في المقال وأقول أن المشكلة الحقيقة هو ذلك الإسلام التقليدي يعني نطبق الإسلام ليس عن قناعة وعلم لكن بالتقليد أساسا وأنا شخصيا كان عندي ميولات ميل كبير إلى الجانب الروحي جانب الروحاني بطبيعة يعني شخصيا ولم أدرس الإسلام يعني في ذلك الوقت لسوء حظي يعني لم أدرس الإسلام والعقيدة الصحيحة وذلك الفراغ الروحي استغله المنصر وتحدث لي بهذا الدين الجديد وكأنه يعني يظهر لي كأفق جديد بالنسبة لي يعني استغلت ذلك الفراغ الروحي والفراغ تلك التنشئة التي لم أنلها تنشئة على المبادئ الإسلامي والعقيدة الصحيحة فيعني تنصرت يعني المشكل ليس في محند أزواو لأنه ربما لم يلقى التنشئة الإسلامية الصحيحة أو ربما كما قال أحد العلماء ديننا دين الإسلام هو سلعة غالية جدا ولكنها وقعت في أيدي مرويجين لا يحسنون فن التعامل مع هذه السلعة هذا وطبيعة هذا الدين كما يقول الله عز وجل مبني على العلم والتعلم وعلى التربية والتنشئة اقرأ كما تقول الآية ويقول الله عز وجل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم جد مهم يعني الدين مع عقيدة مبنية على العلم فعلم أنه لا إله إلا الله أول شيء في الإسلام هو العلم العلم حتى البخاري صنف في صحيحه يعني فقال باب العلم قبل القول والعمل باب العلم العلم هو الأصل في الدين إذن فتركيز الإسلام على العلم يعني كي يكون الإنسان على بينه يكون على يقين أنه حقا يعبد في الله الحق وهو في الدين الحق يعني يركز هذا هو الفرق بين الدعوة الإسلام والدعوة في النصرانية أن في الإسلام يركز على العلم قبل الإنسان قبل الصلاة قبل أن يخشع قبل أن يبكي قبل أن يحب قبل أن يصوم قبل جميع الأمور الأركان العبودية التي يؤدي بها أولا فاعلم أنه لا إله إلى الله أولا العلم أن هذه العبودية تليق بذلك الإله يعني الموصوف بالكمال ومنزه عن كل نقص فهذا أمر غائب في النصرانية أول ما يركزون عليه هو الخطيئة أن الإنسان المخطئ ويلا بد له من مخلص وهو الإبن الوحيد كما يدعون وهو عيسى علي سيم وأنه مات من أجل ذنوب البشرية ويعني مات من أجل خلاص الإنسانية فكل الكلمات التي يدندنون عليها يعني أمور عاطفية أمور لا بد يعني للشباب بالخصوص أن يحذروا لأن الدعوتهم لا تتركز على العلم ولكن على العاطفة على العاطفة على الجهل واستغلال جهل الناس بالإسلام واستغلال جهل الناس بالإسلام وبعقيدة التوحيد طيب محند الكثير من التجارب التي أعرضناها في إذاعة القرآن الكريم حول الشباب المنصر فيه كثير من الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب لتنصر لكنك في محاضراتك قلت بأنك لم تتنصر من أجل بحث عن مال أو بحث عن زوجك كما يبحث باقي الشباب فيزا من وراء ذلك وإنما كان بحثك عن الحق ومطالعاتك الكثيرة للكتب والروايات باللغات الأجنبية هي التي دفعتك لإكتشاف الإنجيل نود أن تتحدثنا عن كنتم مولعا بمطالعة الأدب الكلاسيكي الفرنسي بالخصوص فأجد كلمات مثل أقوى المسيح عليه السلام يعني أسلوب الأدب الكلاسيكي لا يخلو من تأثر الإنجيل أسلوب الأدبي فأجد كلمات لعيسى عليه السلام رقيقة وكلمات يعني ما شاء الله نيرة فذلك ما أدى بي إلى حفزني لمطالعة الإنجيل يعني قراءة الإنجيل والبحث عن هذا الكتاب وكي أقرأ عن قصة عيسى عليه السلام كاملة وبأقواله تلك الأقوال التي وجدتها في الأدب الكلاسيكي بالخصوص فولد فيه همى والبحث عن هذا عن الإنجيل فهناك أسرة نصرانية عندنا تنصرت وحدهم وأنا نعيش في كل احترام بناتنا فاقتربت من ذلك النصراني لكي أقذ منها النسخة من الإنجيل وكان سعيدا بذلك فمدى للنسخة من الأمثال والحكم لسليمان وقصة الإنجيل كاملا فقرأته وكانت مناسبة فرصة لذلك المنصر أن يستغل ذلك الفراغ وعدم وجود تلك التنشئة والحصانة والمناعة كما قلت في إحدى محاضراتك حول الفراغ الروحي والعاطفي الذي يستغله المنصرون من أجل بث سمومهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه يعني لم أعرف النصرانية فتمكنت هناك فراغ روحي بالمناسبة كما تفضلت من قبل أن إسلامي كان تقليديا تقليدي لم ألمس جوهر الإسلام لم أعرف جوهر الإسلام أقرأ مثلا صورة الإخلاص ولكن نور هذه الصورة لم يلمس قلبي يعني لم أكن أعيش لم أكن في رحاب الإيمان إن صحة تعبير فالواجب على المسلم أن يتطلع على الدين ويقرأه بتمعون ويتدبره ويسمعه من العلماء حتى الإنسان لا يبقى فارغا روحانيا لأن الجانب الروحاني في الإنسان موجود موجود لا بد من ملأة فالخشوع والتمتع بالصلاة ومثلا الخوف والرجاء والشعور بمحبة له عز وجل فلا بد المسلم أن يسعى لهذا الخشوع مثلا في الإسلام لا بد للسعي والعمل بطاعة لكي تستمتع بطاعتك لا بد من بر الولدين ومعاملة الناس بالأخلاق الطيبة كل اليوم يعني وسعي لفعل الخيارات كي مثلا تصل في صلاة الظهر فتخشع كذلك في صلوات الأخرى لا مستحيل في الإسلام أن يكون مثلا الخشوع رباني يعني أسميه هذا المسلم أن يعيش يومه في عقوق الولدين عدم احتيار من الناس يعني عدم إبراز خصوصية هذا الدين وهي الرحمة رحمة يعني كما قال الله عز وجل وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين فليس له أخلاق طيبة إلى غير ذلك ويتمنى أن يخشع ويتمنى أن يشعر بقربه من الله عز وجل لأن كثير يعلم بوجود الله ولكن قليل من يشعر بوجود الله كثير يصلي ولكن قليل من يستمتع بهذه يعني جد مهم لأن النصارى يغنون بهذا الخشوع وأن أسميه الخشوع الشيطاني يأتي إلى الكنيسة مثلا أو الكنيسة يعني أشخاص ربما النصارى أخوانه النصارى يقوم مثلا بالكبائر ويأتي إلى الصلاة ويحمد عيسى أستاذ الله يعني يحمد أنه خلصه أن كل هذه الذنوب خلاص يعني داهم عيسى عليه السلام على الصليب فمات من أجله فما عليه إلا أن يغني فتجدهم في خشوع عشتها شخصيا تجد يعني النصارى في خشوع وبكاء وإلى غير ذلك فيتلذذون بذلك وهذا من تزيين الشيطان يعني كما يقول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون اتخذوا الشياطين الشيطان زين لهم أعمل حقائق التي وجدتها في الإسلام أن مثلا هذا الخشوع هذا الشعور بمحبة الله عز وجل والقرب من الله عز وجل لا يستطيع المسلم أن يشعر به بدون أن تكون مقدمة وهي طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه وفعل ما يرضي الله عز وجل فهذا هو الدين الحق كيف تستمتع بالصلاة يكون لك الخشوع تشعر بمحبة الله عز وجل بالاستقامة بالطاعة ولا ينال ذلك كما تحدث تحدث ابن الجوزي في كتابه سيد الخاتر أن رجل من بني إسرائيل يقول يا الله كم أعصيك يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني كم أعصيك ولا تعاقبني يعني يعيش في معصية الله ولكن يعني لا بس ما بهوله كم أعصيك ولا تعاقبني فأوحى الله عز وجل لرسوله ذلك الزمن فقال له قل لفلان يا هذا كم أعاقبناك وأنت لا تدري وفقسوة القلب والبعد عن الله كل هذه أسباب يعني أسباب ربما حتى من الكثير الكثير لا يستمتعون بإيمانهم وبإسلامهم وبصلاتهم وإلى غير ذلك فيقول أن الراحة أو الطمأنينية الداخلية أجدها في النصرانية وإلى غير ذلك يعني نقطة جد مهمة في مبارك الله فيك الأخ محند أزوو ننتقل إلى الشق المهم ربما من خلال التجربة التي عيشتها في النصرانية هو فقه الإقناع عند المنصرين يركزون كثيرا عن الخطيء أو الإيمان واللعب على وتر العواطف وأيضا يركزون على أخطاء المسلمين وكما قال أحد العلماء أحسن وسيلة للدفاع لدفاع المسلمين عن الإسلام هو إبراز الجوانب المشرقة للإسلام هذا أحسن دفاع عن الإسلام وإبراز صورة الإسلام خير لنا من أن نبحث في التناقضات الصارخة لديناتنا نعم قاعدة قاعدة جدا مهمة قالها لأحد الإخوة قال الوسيلة الوحيدة يعني ولا نقول في مواجهة التنصير أو محاربة التنصير لا نحارب التنصير ولا نواجه التنصير لأن الظلال هو الذي يواجه الحق ويحارب الحق فالحق لا يواجه في حقيقة الأمر جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق إذا كان هناك الحق فيزهق الباطل يعني الحق لا يحارب ولا يواجه التنسير كما يقال ولكن عندما لا ينتشر الباطل إلا عند غفلة أهل الحق وليس عند غفلة الحق والحق لا يغفل فالله عز وجل يعني وعد بإظهار هذا الدين إظهاره ولكن كيف سيظهره بسلوك المسلمين حقا كما يقول الله عز وجل وما ارسلني وحبوا لهذه الآية كثيرا ولقد أحببت بها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة أقوى أعلى أقوى إيمان وأعلى درجة في الإسلام هي الرحمة النصارى يتغنون بالمحبة وكما يقول ابن القيم رحمه الله أن المحبة داخلة في الرحمة الرحمة أوسع من المحبة فالمسلم الحقيقي هو الذي يصل إلى الدرجة أنه رحمة للعالمين لا إرهاب للعالمين ولا غير ذلك المسلم في حق الأمر رحمة على نفسه أولا وعلى مجتمعه وعلى أمته وعلى زوجته وعلى أبنائه وعلى دولته وعلى أمته عموما وعلى العالمين وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين فالواجب على المسلم أن يظهر هذه الرحمة أين هذه الرحمة فالوسيلة الوحيدة يعني لابد للمسلمين كي يعني يواجهوا هذه الأمور فهو بتطبيق الإسلام إذا كان هناك الدين الحق يطبق على الواقع في سلوك المسلمين في معاملاتهم في حياتهم اليومية فينتشر بإنه كيف انتشر من قبل لم ينتشر مثلا في آسيا وحتى في جميع أخطار العالم إلا بالأخلاق الطيبة فهذا هو تركيز الأمر الذي نركز عليه وهو الاستقامة بيننا وبين الله عز وجل تصحيح ما بيننا وبين الله عز وجل وما بيننا وبين الآخرين بالأخلاق الطيبة والتمسك والالتزام وتفجير هذه الرحمة من قلوبنا وفي سلوكهم في حياتنا اليومية الرحمة ثم الرحمة أما النصارف يعني لا حجة لهم حجة ضعيفة يعني حجة ضعيفة يعني لا حجة لهم ليس عندهم ما يعني يصيفهم من خشب وليس من حديد يركزون عن الخطيئة عن الإيمان عن الطمأنين الداخلية ويركزون أيضا عن أخطاء المسلمين يتتبعون عثارات سلوكيات المسلمين بين قوسين يعني وهذا عشته شخصيا يعني بعد إسلام بشهر والسنوات يعني عندما التقيت بأحد المنصرين فأنا كنت يعني ذو حجة ودليل يعني فأعرض علي أن أتنصر ولم يكن يعرف أنني عشت التجربة ولكن دعاني إلى المنصرانية فدخلنا في نقاش ومناظرة هذه يعني بعدما نعم بعد إسلامي ولله الحمد فأعرض علي يعني دخلنا في مناظرة ونقاش هذا الشخص مثلا كمثال يعني كي نعرف الصنف يعني أصناف يعني من هؤلاء كيف يعني تعاملون مع الإسلام ومع هذا الدين الحق فمثلا بقينا طول الليل ليلة بيضاء يعني أجيبه يعني أطرح عليه أسئلة عليه عن النصرانية لم أجد جواب على سبيل مدى الأسئلة جواب شافي شافي أنا مثلا وهذا دعوة للنصارى الذين اقتنعوا بهذا الدين الباطل أن يفتحوا عقلهم لأن التحدي الكبير أن النصاري يفتح عقله ويرى بمنظار النقد لعقيدته أن لا يخاف أن يواجه هذه العقيدة ومثلا أقول له اقرأ القرآن ولو قرأ القرآن يعني لعرف الحق مباشرة ولكن هناك من يتعصب لا يقرأ القرآن مثلا اقرأ الإنجيل بذاته هناك مثلا سؤال واحد عيسى عليه السلام لم يقل البتة أنه إله لم يقل هذا لم يقل أنا الله أو اعبدوني فلا نجد هذا في الإنجيل مثلا ولكن بالعكس هناك ما يقول عيسى عليه السلام يدعو إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده مثلا جاء إليه أحد الشباب فقال له أيها المعلم الطيب ماذا أفعل لأنال الحياة الأبدية فقال له عيسى عليه السلام في الإنجيل قال لماذا تدعوني الطيب الله وحده لماذا تدعوني صالحا الله وحده هو الصالح فدائما فقيل له أحد يعني يهودي فقال له ما هو ما هي الوسية الكبرى فقال عيسى عليه السلام هي التوحيد هي لا إله إلا قالها بهذا الحر يعني التوحيد والتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة الخالصة فهذا النصراني يعني كنت معه توال الليلة أطرح عليه أسئلة عن النصرانية وأمور يعني وأنا أدعوهم أنهم ما يدرسونهم عن عيسى عليه السلام وما يدرسه عيسى عليه السلام شيء مختلف تماما عيسى عليه السلام لم يدرس التثليث وهم يدرسون التثليث عيسى عليه السلام يقول أنا جئت لكي لا أنقض النموس يعني شريعة موسى عليه السلام العمل بالشريعة مثلا عدم أكل لحم الحرام العمل بالشريعة والنصارى يدرسون أن عيسى عليهم قد حررنا من الشريعة كما يرونها ثقل وعب يعني من الصوم لا بد من يوم الشهر مثلا قوانين شريعة عبر عن قوانين بالنسبة إليهم أن عيسى عليهم حرروا من هذه الشريعة عيسى عليهم يتوضأ ويصلي صلوات مكتوبة معلومة قبل بزوغ الشمس وإغالية ذلك وهم لا يعملون بشريعة موسى عليهم يعني أدعو كل نصراني أن يستخدم عقله ويقرأ الإنجيل ويجد فيه فيه سيرشده إلى الإسلام في الإنجيل تجد حقائق ترشدك إلى الإسلام اللهم إن كان الإنسان متعصب وفي آخر المطاف قلت لهذا النصراني قلت له وهو زعم مكان مسلم فقلت له عشت في الإسلام ما هو المشكلة تتحدث معي لا تناقشني في سلوك المسلمين سلوكيات المسلمين أو بعض الانحرافات في بعض المسلمين ولكن حدثني ما هو المشكلة في الإسلام في الإسلام قل لي أين هو التناقض أين هو ما يحرجك لم يقل لي ولا شيء واحد اللهم يتحدث لقصص عن بعض المسلمين داروا هذه داروا هذه لكن أرشدته أن يقول ما المشكلة في الإسلام وليس في المسلمين وهذه الحال لابد من التفرق بين الإسلام وما يفعله المسلمين والمسلمون يعني عباد الله عز وجل سبحان الله يخطئون قد يخطئون قد يقومون بأخطاء بكبائر وسغائر هذا نورمال يعني إنسان ولكن الدين يعني نقي الدين لا تناقض فيها الدين يسعد المرء الدين جاء يعني حقا يعني كدين حق من الله عز وجل طيب محند ربما تجربتك كانت على عكس تجارب الأخرى للشباب الآخرين ربما كانت مطالعاتك الكثيرة كان عقلك المتفتح جدا كانت أسئلتك المتكررة جدا ربما هي التي أدت بك لإكتشاف تلك التنقضات ما هي إجاباتهم عندما كنت تواجههم بربما أسئلة محرجة حول مثلا عقيدتهم عقيدة توحيدة التي هي التفليث عندهم مثلا إجاباتهم كيف كانت بارك الله فيك سؤال مهم إلى اليوم لم أجد أجوبة إلى اليوم أتحدى نصراني يعني يجيبني عن قضية التفليث والله يأتي إلي نصراني يعني منذ كل الوقت فهمني على التفليث ولو أني أعرف ما معنى التفليث الأب والابن والروح القدس لغي ذلك يعني واحد وجوهر واحد ويظهرون في ثلاثة أقانيم أكستيرا يعني أمر يغنون كل الأغاني ولكن عندما تعرض أقوالهم على النصوص الكتاب المقدس تجد يعني تجد يعني ما يعني لا تجد شيء يقنعك إلى اليوم لم أقتنع بالأسئلة التي أترحها ولم أجد لها جوابا وهي في حقة الأمر السبب يعني من يعني الخروج من النصرانية والحمد لله يعني كنت كما قلت من قبل مولعا بمطالعة كنت أقرأ الإنجيل فأجد آيات وائعة أصلاف الله يعني أجد نصوص نصوص تعارض ما تعلمته منهم عن العقيدة مثلا عن عقيدة النصارى تعلي التفليث عن أمور كثيرة مثلا عيسى عليه السلام هو إله والله عز وجل عالمون بكل شيء إلي التومنسيون يعلموا كل شيء فأجد أن عيسى عليه السلام عندما سئل متى الساعة متى الساعة قال لا أحد يعلم يعني إذا كنت تذكر نصر لا الجن ولا الإنس ولا ولو حتى الإبن طممم لفس فمجسك يعني يتحدث عن عيسى عليه السلام الأب وحده يعرف متى ستكون الساعة عن نهاية العالم فهنا يعني من النصوص التي تفتح عقل ذلك المنصر التي تفتح عقل عفوا نصراني لتفكر في هذه العقيدة يعني هل حقيقة عيسى هو الله وهو لا يعرف متى الساعة هل عيسى حقيقة هو الله وهو لم يقل أنه إله القرآن واضح مثلا في موسى عليه السلام عندما تجلى لموسى عليه السلام قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري بكل وضوح يعني بكل لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري وش يعني ما الذي لم يجعل عيسى عليه السلام لم يقل هذه القضية بوضوح ويجيبون يقول لك مثلا النصج البشري ما زال النصج البشري باش يقولهم تثليس ما يقبلوهاش دونك بالعقل بارك باش يقبلوها بله هو إله شو تمسخير هذا عيسى عليه السلام إله واش فيه ونشوكي ما شوكيش يعني لا يكون حد أي حرج إذا علمت أن عيسى عليه السلام هو إله يقول أنا هو الله عبدوني إكستر إكستر ولكن لم يقل هذا وهذا هو المشكلة ما يدرسونه عن عيسى عليه السلام وما يدرسه عيسى عليه السلام شيئا يعني متناقضا هذا ما أخرجني لب ما أخرجني من هذه العقيدة هو عدم قناعتي اقتناعي بتلك الأسئلة التي لم أجد لها جوابا لم أقتنع بها فخرجت فخرجت برحمة الله عز وجل أولا أنقذني منها فعلمت أنها يعني ستان فيتري هذه العقيدة دخلت بغير استئذان يعني لي دخلت نصرته بغير استئذان فعلمت أنهم يركزون عن العواطف فقط استخدام العواطف الخشوع الشيطاني البكى وإلى غير ذلك من الأمور وحتى إذا كما تقول حتى إذا أتاه ولم يجده شيئا يعني صاراد عبارة عن صاراد تظن أنه الحق وهو من تزيين الشيطان كما كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث خط خطا طويل يعني السيرات المستقيم ودار خطوط صغيرة قال هذه السبل على كل سبيل من شيطان يدعو إليه فعلى الشباب يعني الواجب الحذر لأن الشيطان ما يقول لك شار وحارب أو من التنقط على النار ما يقول لك شار ومنا يزين ذلك الطريق نصراني كذلك أول وهلة ورأيتها يعني نور وأفق جديد وبديل وإلى غير ذلك حتى إذا دخلتوا في شبكة هذه النصرانية فلم أجدها شيء لا تجيب لا أسئلة لا طمأنينية داخلية لكن لا يوجد شيء سبحان الله في هذه النقطة بالذات محن دازو في كتابك كنت نصرانيا كتبت شاب بيتر فصل قلت فيه السقوط لا شت سبحان الله يعني نود أن من خلال التجربة المريرة نتحدث عن هذا السقوط الحر إنسان ثلاث سنوات يكون يعتقد خطأا بأنه على صواب ثم يكتشف زي ما كان يعيشه ربما الإنسان يخسر أهله ربما يخسر كل محيطه من أجل صراب وهم برك الله يعني كلمة السقوط عندما سميت هذا المحور بالسقوط حقيقة يدل على صدقي في البحث عن الحق فأنا بحث عن الحق يعني في حقة الأمر أبحث عن معرفة الله عز وجل الصدق في البحث وهذا يعني كما يقول الحديث النبي صلى الله إنما الأعمال بنيات ما هي نيته نيته هي عبادة الله عز وجل ليس الذهب إلى فرنسا وليس ابتغاء أعراض من الدنيا وإلى ذلك نجات البحث عن النجات والخلاص الخلاص الأبدي والنيل برضى الله عز وجل والسعادة الأبدية فسميته السقوط لأني ظننت أنني على شيء ولكن لم أكن على شيء ظننت أنا عشت تجربة خلال ثلاث سنوات يعني عشت فيها ودرت الدعوة مثلا الدعوة إلى النصرانية وإلى غير ذلك كان عندي مشاكل في الدار من أجل لأن كما تعلمون أنا أعيش في أحد قرى بجاية جبال بجاية فمجتمع مسلم على بركة الله فبطبيعة الحل رد فعل المجتمع عندما تنصرت ورد فعل عنيف نوعا ما المجتمع يحارب مثل هذه الأمور الجديدة الواردة كنت يعني محاربا بكل صراحة الناس يعني الشباب حتى من ينصحونني بالعودة إلى الحق الإسلام هو الحق يعني برا وفي الدار في الدار يعني أكثر يعني كان صحة بالاضطهاد كان أقوى في الدار والله عز وجل يعني اسمح لي يعني عذب نفسي عجتمع في محيط يعني إخوة مثلا كانوا يعني وهذا هو يعني جد مهم التعامل مع النصارى عموما لا بد من عودة إلى المنهج القرآني في دعوتهم وهي الكلمة الطيبة وهي المعاملة الحسنة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الجدال بالتي هي أحسن لأن الله عز وجل سمهم يعني سبحان الله عندما وجدت هذه الآيات يعني تبكي تدمع هذه الآيات ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لم يكن لم يكنوا على علم لم يكنوا عارفين بالحق لم يكنوا يعرفون التوحيد يعني النصراني صمه الله عز وجل الظال هو في الصحراء الظلال يحتاج من المسلم أن يأخذ بيده إلى واحدة التوحيد بماذا بالعنف لا بالكلمة الطيبة بالحجة بإظهار الدين الحق شفيت يعني الأمور التي أقنعتني كان واحد عندنا الشيخ وهنا دعاء يعني الأئمة دورهم كبير كبير وجليل يعني في قرآن كل شرط تسيب فيها يعني مسجد تسيب فيها إمام هذه نعمة كبيرة الأئمة لهم دور يعني كبير جدا عندنا واحد إمام نعمة ولله الحمد ربي يذكروا بالخير يعني ثقيه في دين ملكي وواعي وواعي إنسان وواعي ما شاء الله حتى ما شاء الله يعني شيء يجي عندي ويدعيني إلى الإسلام يا محادي تقل يعني باللطف والرفق أو الإسلام التوحيد عبادة الله عز وجل عيسى عليه السلام يكون يدعو إلى عبادته يعني يعني يدعيني بلته أحسن وما شاء الله يقرأ علي القرآن قوارع القرآن شفيتك يقرأ علي سمعتها يعني كي من أول مرة سمعها سورة مريم والله يعني قلتها ترسمتها كم النجاشي سبحان الله والله يعني درها كرقية قرأ علي آيات هذه الكاملة تع سورة مريم يعني درها الرقية يعني شرعية أعتبرها الرقية أخسأت شيطاني ذلك الشيطان الذي كان يظلني سبحان الله يعني سورة كي وصل الآيات تع عيسى عليه السلام نعمة كبيرة يعني يعني الأئمة لهم دور كبير في أرشاد الناس ففي القرية عموما كانت المعارضة الشديدة لأنه مجتمع مسلم فعنيت كثيرا استغفى الله يعني دت مقدمة كبيرة على قضية السقوط فكنت يعني ناوي بصدق أن أبحث عن الحق فعندما اكتشفت أني على زيف على ظلال فسميته السقوط ستيلا فرشت يعني يعني عشت واحد العذاب الله وحده الذي يعلم به العذاب الروحي يعني يؤدي بالإنسان إلى حوله لقوة في هذه النقطة كان المنصرون ومن كانوا من ورائك يدعونك إلى دينهم يقولون لك لما كنت تبحث عن الحقيقة توب إلى المعلم صح أذكر أن أحد أحد النصارى يعني كان صديقي مرامي أنت يعني صديق حميم يعني سفرت سفرت يعني في تناقضة هذه كلما وجدت لها بابا من الشرح والتأويل إلا و يعني نصب يعني كل سؤال أطرحه في النصارى أجد له جوابا كل جواب أجد له كل سؤال أجد له جواب إلا وتحول ذلك الجواب إلى سؤال آخر سوفرانس يعني مزيريا على قضية التسريط على قضية تناقضات فقلت يعني مرة هتفت أحد هذا الصديق النصراني قلت له أنني عندي مشكلة يعني كبيرة عويس يعني فقال فأرشدني قال لي تب إلى المعلم يعني إلى عيسى عليه السلام تب تب إلى المعلم وعمل بالوصاية بالوصاية وصاية فإن شاء الله ستبرى من شمال كان حتى مشكلة فقلت له يا هذا مشكلة ليس لمع الشريعة ولمع تعاليم المعلم ولكن المشكلة مع المعلم ذلك بذاته مع ذلك المعلم بذاته يعني لم أجد أجوبة فولله الحمد يعني فأعترفت عن الإسلام الحمد لله العودة إلى الإسلام كانت أيضا بفضل قراءاتك ومطاعاتك الكثير لبعض الكتب التي كانت نبراس هدايا سبحان الله يعني قلت في نفسي لابد من التوبة إن كان لابد علي من التوبة إن كنت على ظلال ولا بد لي من البحث عن الحق في غير الإنجيل فلقد يعني درست يعني بحثت في قضية التثليث وقرأت كتوب عليها كي أجد حلا مثلا لم أجد حلا درست كي أجد مثلا على تلك التناقضات كيف أجد لها سبيلا أو مخرجا أو تأويلا لم أستطع فمن ثم اتجهت إلى القرآن الكريم اتجهت إلى دراسة الإسلام عن صدق نية يعني فأذكر عندما اشتريت القرآن وقرأته كنت نقرأ فيه من الفاتحة إلى سورة الناس أعلمت أنني مسلم أعلمت أنني قمت بأكبر خطأ ومن بين أعظم الوسائل في رد هؤلاء إلى الإسلام هو القرآن الكريم قرآن وسيل عظيم جدا لأن كنت قرأه يعني ديركت اللهم إن كان إنسان نزعت من قلبه نزعت من قلبه الإيمان وكتبت عليه الشقوة أما من يقرأ بكل موضوعية يقرأ القرآن الكريم يعني يتبع يشوف أنه على حق يشوف أنه حقيقة أنه الحق ذلك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لهم وترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فالواجب يعني نشر هذا الكتاب أولا هو القرآن الكريم كانت أيضا لك رؤية في المنام كانت هي ربما السبب الرئيس الذي أعادك إلى نعم من الأسباب من الأسباب ولو أني علمني الإسلام أن لا وركز على الرؤى والخوارق سبحان الله نعمة كبيرة لأن النصارى اليوم لا حجة لهم إلا أنهم مثلا يشفون باسم المسيح لا حجة لهم يعني كي يعني يقولوا بليرانا على حق إلا أنهم يعني يخرجوا الجن باسم المسيح وهذه يعني وهذا الدليل واعي أنصح يعني 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 الإنسان أن يحصل نفسه ونأخذ بنصيحة الإسلام أن نتعلم العلم الصحيح هذا هو السلاح هذا هو بالعلم يتبين الحق من الباطل الهدى من الضلال أما الخوارق فكل الدينة لها خوارق تروح البوذية خوارق تروح الهندوس عندهم خوارق في الإسلام كان خوارق كان الناس يعيشوا تنمو يعيشوا في التقوى الله عز وجل لهم كرمات إذن هذا ليس بدليل الدجال وما أدرك ما الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال واش يدير يدير فتنة كبيرة بهذه الخوارق بالقوة يحيي الموت ويمتر خوارق عجيبة هل هذا الدليل أنه على الحق وكذلك الرؤى كيب بزاف من الشباب ولا يجي يجي النور في المنام يشوف النور يقولوا أنا عيسى رح تبعني ويرح وما يعمل بالشياطين تلعب بالناس عند النوم يعني تلعب بعقول الناس برؤى كاذبة والعياذ بالله فالرؤية تلك الرؤية التي بعد دراسة القرآن والإسلام تبين للحق سبحان الله يعني كنت مرهق ذات الليلة يعني كنت متعب فتوجهت بكل قلبي بالدعاء إلى الله عز وجل لحظة صدق لن أنساها طول حياتي يعني شعرت بوجود الله خشوع خشوع يعني سبحان الله كنت في الدعاء أحمد الله عز وجل على خلقه وعلى هداية وعلى فطلبت منه حاجة وحيدة يعني كنت لا نصر لا مسلم ولا حاجة يعني علمت أن هناك خالق وأنا مخلوق هذا مخلوق يبحث عن الخالق سبحانه فتوجهت إلى الله بالدعاء فسألته الهداية والتوفيق إلى الدين الحق سبحان الله فكير قد شفت رحي في المنام كنت واقفا أنظر إلى المسجد فأخذتني يعني قوة بسرعة الضوء فوجدت نفسي داخل المسجد داخل المسجد وأعتبرها رؤية صالحة ولو أن يعني القناعة العلمية عندي أكثر وزن عندي ومن الرؤى والخوار حتى نختم حوارنا وهذه التجربة تجربتك محند أزوو نود توجيه رسائل محددة للمنصرين وأيضا للشباب المغرر بهم من أجل التفادي مثل كل هذه التلعبات والتناقضات في دقيقة إن أمكن نصيحة عزيزة في الإسلام اكتشفتها أيضا في الإسلام نصيحة الدين النصيحة يعني نصيحة أولا لدعاة الإسلام يعني عموما الرفق بهؤلاء الرفق بهؤلاء فهم على ضلال كما سمهم العز وجل اتباع المنهج القرآني في لأرجعهم إلى الحق الأخذ بيدهم بلطف وبالرفق وبالصبر بالصبر طويل وبالعامل على يعني العامل على هدايتهم ومعرفتهم بالإسلام برفق الرفق كما أرشد إلى ذلك الله عز وجل وثانيا المسلمين عموما أرشدهم إلى تعلم الإسلام هناك أسمع بعض الأخطاء هناك من يقول مثلا أنا طبيب وليس تخصصي للإسلام مثلا الشريعة أنا طبيب مسلم لا حاجة لي لقراءة الإسلام أكبر خطأ ربما لا يتدخل الإنسان في الفتوى هناك شيوخ علماء أما المسلم طبيب سائق فلاح مهما يكون فالواجب عليه تعلم الدين قراءة هذا الدين قراءة هذا الدين قراءة الإسلام وتدبره والعلم العلم العلم هي الوسيلة الوحيدة للنجات ولي يعني النيل الخلاص الأبدي إن شاء الله عز وجل إن شاء الله بارك الله وفيك الأخ محند زواب صاحب كتاب كنت نصرانيا جيتي كريتيا هذا الكتاب صادر لدار نشر دار تيدي كيل نشر والتوزيع مشكورة لأنها تبحث دائما في